برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة ان شاء الله النهاردة عندنا موضوع مهم جدا بيهمنا كلنا وبيهم كل اسرة وكل شخص وكل فرد وان شاء الله بنستخبل مكلماتكم على ارقام اللي هتظهر على الشاشة وايضا يمكن التواصل معانا من خلال صفحة البرنامج الرضا حياة ومن خلال برضو قناة الحساب الشخصي على الفيسبوك النهاردة في شخص كان بيسألني ازاي ان انا احقق الرضا في حياتي وده سؤال دايما بيسألون الناس الكثيرين لكن يعني هو عاوز الاختصار اختصار الموضوع كيف احقق الرضا في حياتي وبيقول لي انا عاوز المختصر المفيد عشان انا ما عنديش طولة بال فالحقيقة المختصر المفيد انك انت تفرح بما تملكه تفرح بما تملكه لو فرحت بما تملكه حيزيد وتشعر بالرضا في حياتك يعني لو انت عندك البيت اللي انت ساكن فيه افرح بهذا البيت لو الاولاد عندك احفرح بيهم الزوجة تفرح بزوجها والزوج افرح بزوجته والحمة تفرح بزوجة الابن وتعتبرها ابنة لها مش ضرة لها او ندي لها لا بالعكس انها تفرح انها بتعمل لها حاجة او بتقدم لها شيء ولو كان بسيط لكن ترضى او تفرح بما يعني يكون في حوزتها نحن نفرح بما في حوزتنا عندما نفرح فاننا نشكو الله تبارك وتعالى ونكون ممتنين لهذه النعم الطريق للحقيقة الرضا باختصار شديد هو ان نفرح بما نملك لان احنا هنا بنضبط موجة افكارنا على الاكتفاء والاستغلاء فبالتالي بيأتي لنا المزيد لكن اذا تمردنا على هذه النعمة اي نعمة ان كان موجودة في حياتنا ثقة الناس ستزول يعني الرأي الزوج اللي بيتمرد على زوجته اللي هي عيشة معاه وبيعمله عاملة مش كويسة وبعدين لا يرعيها كما امره الله تبارك وتعالى في ذلك فبمؤكد ان هي هيحصل الكراهية وممكن يفقدها في اي وقت كذلك برضي الحماء اللي هي بتتعامل مع زوجة الابن بطريقة سيئة او طريقة سلبية او طريقة غير لايقة فبالتالي ان زوجة الابن بعد فترة هتزه منها واتسبها فلازم ان احنا نفرح بما نملك ونمتاني اللي تبارك وتعالى الموضوع الحالة بتاعتنا النهاردة موضوع مهم جدا وهو ساعدتنا في صحتنا ان احنا هذا الموضوع يعني هو حياتنا كل ليلة واحنا اهملنا سوف نفقد حياتنا كل واحد فينا عاوز يعيش حياة سعيدة حياة مستقرة في صحة كويسة لكن كيف نحقق هذه الامور اول حاجة عشان نحقق الصحة في طريقين الطريق الاول اللي هو افكارنا رقم واحد رقم اثنين اللي هو غذائنا او الطعام يعني احد الحكماء قديما قال نحن نحفر قبورنا باسناننا اي حاجة بتدخل لجسمك بتتحاول للطلقة بتتفاعل بتوزع على الجسم بتاعك لكن افكارنا هي الاهم والاساس برضو نحن نتاج ما نفكر فيه الانسان هو عبارة عن مجموعة افكار افكار جبية او افكار سلبية الافكار السلبية بتؤثر علينا تأثير سلبي مثل القلق والتوتر والانفعالات والغضب كل هذه الامور بتأتي على صحتنا وبتأتي بنتائج سلبية الدكتور هيربرت سبينسر من جامعة هارفورد بيقول ان 90% من الامراض امراض العضوية اساسة سببها او سبب الافكار او العقل يعني انت بتروح تنام بتروح تنام بالليل فانت بتوقع تفكر واحد قال لك كلمة بالنهار مثلا توقع تفكر فاتول الليل شايل الشي لا تول الليل فبتتفاعل معاك وبالتالي الافكار السلبية عزق لكم حاجة مهمة جدا الافكار السلبية بتحب الصحبة دايما بتحب النات الجمع وهي انا بشبهها دايما للناس بقول لهم ان هي عاملة زي يعني واحد يعني صرف تعبير اللاجئ مالوش مكان مالوش موطن فهو بيعمل ايه بيبدأ ان هو ساعة لما يلاقي شخص معين بيفكر فيه فبتلاقي جاييله بسرعة بسرعة جدا وبعدين مش بيجي الواحده لا ده بيجي بقى مع الاهل والاخار والجيران طبعا انت النهاردة زميلك او مثلا واحدة مع زوجها او واحد صديق له قال له كلمة مثلا معينة فانت بتروح بالكلمة دية فبتتأثر بيها وبتالي تعب بقى تفكر ويجيبوا لك السيناريو من اول معرفته لحد الوقت والافكار تيجي لك وافكار وافكار ممكن ياخدوا عليك في الليلة دية تيجي لك جلطة ويجي لك اي حاجة وتكون في المستشفيات او في القبور طبعا لازم الانسان يكون حريص على توجيه افكار واتجاه السليم ما تروحش تنام وانت شايل الهموم معاك او شايل القرب والهم معاك والغم معاك لا اترك هذه الاحمال لله سبحانه وتعالى واثق ان الله سبحانه وتعالى سيفرج عنك ما انت فيه اذا توجهت الربنا هو اللي هيفك عليك لكن لو انت توجهت نفسك وسبت نفسك لأفكارك اللي تسيطر عليك وتقضي عليك يبقى انت ايه صاحب يعني يعني لا تنمنا الا ايه الا نفسك الدكتور ادوارد سبينسر كولز لوت كان من الاشخاص الممتازين جدا اللي هم انشأوا مساحة في نيويورك اللي هي بتهتمي بعلاج العقل والجسم لانه لقى ان المشاكل كلها في الحقل في افكارك افكارنا انت طول النهار قاعد بالنسبة للحياة او سرعة الحياة والضغوط الحياتية والهم اللي فيها والقلق ومشاكل الزوجة ومشاكل الاولاد ومشاكل العمل ومشاكل الحياة الخارجية ومع الناس ومع الجيران مش عارف ايه كل دي مشاكل كثيرة جدا وجد ان هذه المشاكل بتؤثر على الجهاز العصب بتاعنا الجهاز العصب بتاعنا ده هو اساس الخلال العصبية لو الخلال العصبية فقدت تقتها خلاص كل التعب والامراض بتصل الى باقي الاعضاء او باقي اعضاء الجسد فهو بيشبهنا بايه احنا لو نجي نهاية التجميل بسيطة وعندنا عمارة عملنا اساس مثلا الاساس ده مثلا بيستعمل مثلا خمس ادوار وعشر ادوار احنا ومنا بانيين فوق منه عشرين دور حتنهار الامارة صح كذلك الطاقة في الخلال العصبية بيشبهها بالسد انت طول السد ده مرتفع كده وانت بتملى فيه باقي كل التوترات والافكار السلبية ومش عارف عندك ايه ومشاكلك وحاجاتك طول ما السد ده ببينتليش او بيفتش براه طول ما انت كويس تشعر بينسجام وتوازع امت بقى يحدث المرض عندك لو الخلال العصبية دي بدلت انت تشحنها 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 وتعمل ضغط عليها اكثر من اللازم فبيفيد خارج هذا السد ومن هنا بيحدث او بتحدث العلل ويحدث المرض للانسان يقول لك الله انا بستغرب ازاي انا مكنتش بيشتك من اي حاجة ما هو انت مبتشتكي الصحيح بقى لك فترة زمنية لكن انت عب بتعبي بتعبي خلية العصبية اللي عندك بتعبي الطاقة بتاعتها وهنا اذا امتلعت وفاضت خلاص هي اقصى يعني ده اللي بتستحمله طيب احنا دلوقتي ان شاء الله بنستقبل اتصال تلفوني من استاذة الهام ايوه سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة البركات ازاي حضرتك اهلا بحضرتك يا فندم اعنا وسهلا حضرتك تحياتي لحضرتك ومشكرين جدا على المعلومات القيمة الله يخليك ويكرامك يا رب فضل عند حضرتك سؤال اه انا ليه سؤال بس بعيزة اعرف بعد اذن حضرتك ازاي اقدر احافظ يعني على اسلوب حياة صحي وحافظ على وزني من خلال نظام صحي يعني مفيد ليه يعني انا وزني ما يزدشو لانه طبعا انا عندي تعب في ضهلي فلما وزني بيزيد اه ضهلي بيتعبني وعايزة كمان بعد اذنك اعرف ايه اسباب تربط القلب السريع وخاصة عند وقت الصحيان من اه تمام تمام خلاصة فانتم شكر لحضرتك على سؤالك بهم ده اه طبعا احنا برضو بنتكلم على ان احنا دايما ما نحملش نفسنا اكثر من اللازم بمعنى احنا موضوع عندنا في مشكلة حصلت عندنا ما نقودش دايما المشكلة منفكة في المشكلة عشان لا لازم نعرف ان كثرت تفكيرنا في المشكلة بيؤثر على صحتنا وبالتالي بياجل لنا الامراض افكارنا الافكار بتاعتنا بتولد عن عواطف ومشاعر وحاسيس وده هي اللي بتؤثر على حياتنا طيب كانت في زوجة بتقول لي اه انا دايما بشعر بتاعي بجسماني رغم انه بفزلش مجهود فانا قلت لها ممكن تكون انت عندك مثلا مدائة من زوجك مدائة من الاولاد عندك مشاكل من هذا القبيل قالت فعلا انا بتغز منه بيعمل حاجات بالدينة جدا وبديي وبكتم في نفسي قلت لها طيب خلاص يب انت لازم تغير طريقة تفكيرك انت طول الوقت عاوزت تنتقمي عاوزت تنتصر نفسك عاوزت تتكلم معي عاوزت تسرخي في وشه لا احنا نوجه افكارنا لاتجاه اخر او نغير موجة الافكار بتاعتنا فبتقول لما ادارش انا طول الوقت افكار مستطرة علي فقلت لها الحل بسيط جدا ايه هو انك تتقبلي تقبلي بقى كده هو وحش هلو تقبلي زي جابه هو وبعدين التقبل بيعمل يا جماعة التقبل بيجعل الامور تمر بسلام لكن لو انا فضلت بقى يعني بطاحن معاه وهو يقول ونقول ورد ونعمل بالتالي احنا مشاعر بتاعتنا بتصور وبنغضب وبنؤثر على حياتنا طبعا سؤاله استاذ الهام جميل جدا ازاي ان انا اعيش في حياة متزنة او حياة كويسة اول حاجة ان احنا نتنفس اغلب الناس بتنفس بطريقة خاءة طيب هناخد الاتصاد ده برضو من ام عمر من القهيرة السلام عليكم وعليكم السلام انا يا فاند مزاع حضرتك الله يخليك يا مساء التفاؤل حضرتك بجدير تفاؤل حلو اي صراحة بنا يخليك يا رب الله يخليك انا كنت عايز سؤالي ازاي حضرتك بدور التنفس السليم فعايز اعرف ازاي متنفس بطريقة سليمة طيب يا فاند مزاع شك على سؤالك طبعا سؤال مهم جدا الموضوع التنفس ده اللي احنا لقينا اغلب الناس التنفس بطريقة خاطئة وهو اللي احنا هنجئ طيب التنفس طيب انا عايز لكم حاجة انا عايز اقوليكم الاول التنفس اللي هو الخاطئ ازاي بتنفس طريقة خاطئة معانا بيدواتنا نشوفه على الشاشة فضل انا محايا عشان هي هتوريلي اتوريكم التنفس براحب بهنا طبعا وبترحب بيكم اية هنطلب منها دلوقتي انها تتنفس الاكسجين نقول تاخذ الشهيقة خذك الشهيقة مدام رفعت الكتفين دول بتاحها دول اعرف رأتود ان التنفس خاطئ اي حد اي طفل كان بيجي عندي هقول له خذت شهيقة اول ما يرفع رفع بتاعت الكتفين دول خلاص اعرف ان هو تنفس خاطئ شهيقة انا شوف ما داخلت اللي جوه والكتفين دول وده تنفس خاطئ موسيقى طبعا احنا شوفنا دلوقتي التنفس اللي هو السلبة والتنفس السيء اغلب ان انا كانت مفاجئة انا كنتش عارف التنفس حقيقة انا تعلمته على اده واحد عاش في امريكا اكثر من اربعين سنة وكانت مفاجئة بالنسبة لي هي اواده ان هو يعلمونا انا عيشت حياته كلها تنفس نفس خاطئ بطريقة خاطئة وعدت يعني اكثر من اسبوعين عشان اتقن هذا التنفس ان كنت ينعزي اندي بيحصل عندي خطأ شوي فاحنا اغلب امراضنا سابها التنفس الخاطئ التنفس الخاطئ لان احنا بنتنفس بالعكس بمعنى ان في حالة التنفس السليم المفوض ان البطنة تطلع لبرا يعني الراقتين دي عاملة زي بلونة كده البنفخ في البلونة بتطلع لبرا تمام احنا بقى بنضغط لجوه فبطنانة بتخش لجوه في الشهيق وفي الزافية تطلع لبرا طبعا كل الناس انا عايزكم بتجرب دلوقتي معايا كلها حيدي وقف كده يعني مشكورين خلت شهيق كده هتلاقي ان حضرتك بتطلع بطنك بداخل بطنك لجوه وفي الزافية بتعمل العكس مع ان المفوض انك تتنفس العكس ان بطنك تطلع لبرا في الشهيق وفي الزافية تخش لجوه وانا زي ما شفتوا كده انا ماخدت الشهيق الاكتاف طرفعا يتلفوه مدام الاكتاف طلعا يتلفوه كده اعرف ان حضرتك بتنفس بطريقة خاطئة التنفس بطريقة خاطئة بيحرمك من منحة من اعظم المنح للهير ربنا خاطئة في الكون يعني دواء طبيعي وغزاء طبيعي للانسان انا دوقتي ممكن اعمل التنفس لكم التنفس السليم الصحيح بصى حضرتكم دلوقتي لو انا وقف كده وحطيت بيد على بطن كده تمام في الشهيق في الشهيق بطني لازم تطلع لبرا اولا لما بتطلع لبرا انا بسحب الرئاتين من تحت الحجاب الحاجس فبالتالي الاكسوجين بيغز كل الخلاف الرئاتين تمام بعد كده ان موضوع التدليق ده موضوع الخروج البطني للخارج والى الداخل بيعمل تدليق ومساج الجهاز الهضمي وبيعمل عملية تسهيل عملية الاخراج بعد كده اغلب مشاكل الناس في الموضوع الامساك بيقول لك انا اكلت عندي امساك والامساك ده على فاكة زيما الدكتور فيكتور بيشي العالم الفرنسي بيقول ان هو مراضف للمرض في امساك بقى في مرض بتوقع دلوقتي الطريقة السليمة بقى للنفس ايه هي بقى الطريقة السليمة للنفس انك تتنفس بطريقة 1-4-2 يعني بمعنى لو انت خدت مثلا ناو واحنا خدنا مثلا خدت شهيق فا 4 احبسه كام احبسه 16 وطلعه في 8 تابلس 16 وليه 8 اولا ال 16 دي عشان بطول النفس بحبسه شوية علشان يوصل للأوعات الدموية والجهاز اللينفاوي يشتغل وياخد ويغز الجسم بتاعك وطلعه في 8 لان ال 8 دول هو الوقت المناسب لان الجهاز اللينفاوي يتخلص من السموم الليه في الدم تمام فانت كده بتتحبتك باني طب واحد اقول لي الله طب انا كلها بقى اعمل كده حادتك لازم تلأول تتضرب عليها لازم تتضرب نفسكم تقعدوا كده اسبوع اسبوعين ما تتملوش يعني يا سيابة انت حادتكم في برمجة سلوية عندكم في موضوع التنفس ده واحنا اكتشاف انها بتنفس بطريقة خاطئة نتعلم بقى الترى الصحيحة فماش يجي مثلا واحد عنده 20 سنة او 30 سنة او اكثر او اقل ويجي ويقول لي ولا واحد عنده احط خمسين سنة ويقول لك انا ده انا بقى لي خمسين سنة بتنفس بالطريقة دي طريقة خاطئة نتعلم بقى انو ااخد مثلا اسبوع اسبوعين ااخد شهر زي ما يكون المهم ان احنا اينا نتعلم طريقة التنافس السليمة طيب واحد يقول لك الله كلها بقى اعمل واحد بس وكذلك ممكن تعملوها في النهار مثلا بعد كل صالة بعد كل وقت الفراغ تمثلوه اعملوه خد مثلا في خمسة طلع واحد بس في عشرين وبعدين طلع في عشرة واحدة اربعة اتنين احفظوها بالطريقة دي طريقة بتعمل استرخاء تنقية الجسم من السموم تنشيط الضرة الدموية الاكسوجين هو الغذاء الخلية وغذاء العقل لو انتوا تنفستوا بطريقة سليمة تسيقوا تماما نقوم انتوا هتحصلوا على جسد كويس ولذلك ده اجابة للسؤال بالتاع الستاذ الهام ازاي يكون اول حاجة اتمتع بصحة جيدة اول حاجة ان انا اتنفذ بالطريقة دي طريقة او التنفذ عن طريق البطن اتعلمها واتنفذ بهذه الطريقة لما بتنفذ بهذه الطريقة بيحدث استرخاء الاسترخاءات ده بيعمل ايه انا ممكن اغمى دينية واسترخي وتخيل اللي انا عايزه على فكرة احنا دايما في صحة بنتبنى التفكير السلبي ان احنا مرضى وان احنا غير اصحى وده الواقع اللي احنا بنقول اللي هو اقرب لنا للواقع لكن لا نتبنى التفكير الاجابة ان احنا ممكن انا لعن بصحة جيدة قدت عندك مرض صحيح وعندك حد تشتك من حاجة اوكي مفيش مشكلة روح للطبيب بس تخيل نفسك ان انت بقت كويس لو تخيلت كده الطاقة بترتفع جواك في جسمك وجسمك بقى بيشعر كده ان هو عايز ينفذلك الطلب بتاعك العقل بمهمته ان هو يساعدك طب انت عايز ايه اللي انت عايزه عايز مرض يديك مرض عايز صحة هيديك صحة تمام فاذا التنفس هو اول مرحلة من مراحل الصحة الجيدة المرحلة الثانية هي موضوع الطعام انا باكل ايه يعني الناس النهاردة بتكسر من المواد المكررة زي الدقيق او السكر نقلل من استهلاك السكر انا عرف الناس يعني بحط في كباية الشاي بتاعته خمس معالي ده انت حار انت بتحط اتنين حط واحدة حط نص المهم انك تقلل من استهلاك السكر المكرر بقدر المستطاع اذا تمنع عنه امتنع عنه استخدم اي حاجة باديله استخدم الطعام بتاكله استخدم اي حاجة لكن حاول تقلل من استهلاك السكر على قدر المستطاع الامر اللي بعد كده اللي هو عملية المضغ انك تمضغ الطعام كويس تمضغ الطعام كويس لو دمرت كويس خلاص زي الامام علي اوضل الله عليه بيوصي ابناء الامام الحسن بيقوله ايه بيقوله لا تأتي الى الطعام الا وانت جاع ولا تقم عنه الا وانت ايه تشتهيه وبعدين وحسن او جود المضغ وايه كمان واعرض نفسك على الخلاء قبل النوم لا يأتيك الطبيب الموضوع الاخراج ده موضوع مهم جدا انت نضي كل تفضلات عايزة تخرج لازم تحاول نفسك ان انت تاكل حاجات تسهلك عملية الاخراج تنزف القولون تنزف القولون ده مهم جدا من اخطر الامور انك تنزف القولون طيب تنزف ازاي عندك تشرب مثلا بابونج تشوف مواد الهرئسوس شوف الحاجات اللي هي بتنزف القولون وتاخدها لا تاكلش المواد اللي هي بتعمل عجائن جول زي مثلا في بعض انواع الخبز اللي هو ضر جدا بتخش المعدة بتعمل حاجة سفنجية في المعدة كده لو عندك حيث هتقدو تشوفه طولك لكن لازم اعتمد ارجع الى الطبيعة الفاكهة بتاعتي الفاكهة اكلها قبل الطعام بنصف ساعة ما اكلهاش على معدى شبعانة اكلها مدى فارغة ده عشان تستفيد من الفاكهة العادة السهية بتاعتنا بعد ما نتغدى نحلي نحلي باين نحلي بالفاكهة طبعا نعملناش عاجة الفاكهة لا تضم في المعدة بتعامل عفونا في المعدة طبعا يعني الموضوع الموضوع الصحة ده في غاية الاهمية بالنسبة لحياتنا عقل سليم وجسم سليم هي بركة من بركات الحياة بركة من بركات الله سبحانه وتعالى تتنزل عليك اذا انت هتميت لو انت عرفت انت بتفكر ازاي او ادركت على فكرة الادراك بيمثل خمسين في مال التغيير لذلك احنا النهاردة بنقول ايه انت غير حياتك اترك العادات القديمة وابدأ عادات جديدة يعني ابدأ عادات افكار جديدة احنا بنقول الرضا حياة يعني لازم ترضى الاول طيب بعد ما ترضى افكارك هتتغير بعد ما افكارك تغير تبدأ بقى تشوف حياتك بقى في داخل البيت وفي المجتمع والصحة بدون صحة لا وجود لأهداف ولا تعرف تعمل ربنا ولا تعرف تحقق الصراع ولا تعرف تشير سيار ولا تعرف ربي اولاد ولا تعرف تعمل حاجة بدون صحة انت لست موجود اذا تبدأ الآن من الان تهتمي بالصحة زي ما انا قلنا نتنفس كويس نهتم بنوعية الاكل بتاعنا كويس جدا نبتعد عن المواد اللي هي ممكن تعملنا حموضة في الماء ده ونبدأ نرجع الى الطبيعة طبعا يعني الوقت سخدنا في الحلقة ولكن ان شاء الله احنا هنعمل حلقة ان شاء الله عن الطعام ازاي ان احنا يعني نختار انواع الطعام اللي احنا ممكن نكلها وايه الطعام اللي هو ممكن وازاي نتناوله فيه طريقة للتناول الطعام ده اسمها التغذية المفردة وهنتكلم عنها ان شاء الله في الحلقة القادمة اتمنى لكم السحة والعافية والرضى من الله سبحانه وتعالى واسأل الله طبعا لك وتعالى ان يجعلنا من اهل الرضى وان يجب مننا بالرضى وتيما نصيحاتي لكم اضبطوا موجة افكاركم على الخير والسلام الداخلي والاطمئنان وعلى السحة والعافية وعلى الطراء وعلى الوفرة وعلى كل ما هو فيه الخير اضبطوا موجة افكاركم والله يتولى امور حياتكم القاكم على خير ان شاء الله في الحلقة القادمة تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة